اتمنى لكم بهذا الصباح نفس مشكلة صديقي هذا الخليجي اللي اليوم خبر طبعا قلت لاني انا سأفعل بودكاست عنك قال بس لا تقول اسمي قلت لها تدلل يا انس حبيبي مشتاقين اخبارك وضعيتك نعل اعلان ضميرك هو انت بعدك عني اربع ساعات بالقطار ثلاث ساعات تعال شوفني بنيويورك هو واني بواشنطن دي سي عزائح باي فردات عقبادي وحلقة جديدة وياكم من بودكاست زنقين حلقة واحد وستين قوي لي قال يا انس طبعا مارتا قول يا دولة واللهجة اني جزا سويها غلط يا انس اللي عاجبك بامريكي مقتلة شكلك عاجبك تحتي انت ريدا مقتلة جعجبني وقال اخلك من هالمسخرة يا رجل يا فريدام يا ناس ميتة من الجوع في الشوارع اعتكم المرأة متعبة يا انس خلك من الفريدام الشخص اذا حالته الاقتصادية جيدة ما يدور هذه المشاكل يعني فيه شخص حالته الاقتصادية جيدة وعنده كل اللي يريده يطلع مثلا مظاهرات قلت له والله عمي حقك فشلو المشكلة اللي عنده اللي انا اتمنى انه يعني الله يعني شكت حلو اتا تقعد هسه اتا تقعدين عدت هاي المشكلة مشكلة شلو مشكلة الاختيار مشكلة الاختيار انه انت عندك خيارات يعني كثيرة ما تعرفش تختار يعني شو اقول واحد ما يجي الامريكا ويروح يريد يشتري مثلا حليب او يريد يشتري عصير برتقال وحقيقة اني باوع يعني هاي ليش اكو 150 نوعية عصير برتقال يعني مثلا 5-6 ثلاجات كل واحدة باب افتحها كلهم بس نوعيات عصير برتقال شنو الفرق شنو الموضوع فالواحد يحيير من اكو خيارات كلش هواية فصديقي هذا عنده مشكلة الاختيار هو هنانا هو بس نزمة ودار السابق انه هو بامريكا وجايل هنانا وذا يشتغل وجاتي زوجته ذات زوري ها هو جايل هنانا يعني صال هواية وزوجته صار لها شهر من جايته ده تزوره على اساس انه رح يطلعون يعني رجعون لبلدهم اللي هم جايين بي وزوجته حامل فهم هسه هم ودي رجعون لسه فحوصات هي من الطبيب قللونها ما يصير تسافرين لازم انتي هسه تساولش عملية يعني يا رب تقوم بالسلامة ان شاء الله على مود يعني تولد اوكي يا بو اوكي قلت له هسه اوه شنو زين التأمين يعني لو محتقال لا الحمد لله والشكر احنا الدولة يعني موفرت لنا تأمين وماكو مشكلة واحسن تأمين واحسن طبيب واحسن دكتور وماكو اي مشكلة وهنا هنا انقطع الصح هو فتشي جيد جدا جاءت رعل شنو مشكلتك قال يعني هذا الطفل راح يولد يصير امريكي قلت له ايه قل لي واني خفت يعني انه جزئاني هاي شي وردت لهذا الطفل خليته يصير امريكي قلت له زين هل المشكلة انه الدولة اللي انت منعدها مثلا يعني ما يخلون واحد يعني شو المشكلة مثلا ماعرف ما يصير جنسيتين ما حيطوا جنسية قال لا اضبطها ويا جماعتنا ويا ربعنا قلت له اوكي يعني جايد خير اذا قلت له هل لعدكم هناك مثلا يعني احنا هنا عندنا مثلا اللي ما مولود بامريكا مولود بامريكا ما يقدر يصير رئيس ما يقدر الرشح للرئاسة يقدر يصير بكونغرس مثلا قال لا المسخرة ما عندنا المسخرة قلت له شو المشكلة قال يعني احنا عندنا العادات والتغاليد قلت لحيف تدارس هنا هنا وتعرف العادات والتغاليد وهاي قال امريكا واصخة يا رجل امريكا واصخة قلت له يعني اول شي تب نيويورك يعني بنص منهانتن مدينة شبيرة وبها هواينا سروسية هوايه ويعني المدن الكبيرة اكثر راح تكون مو نظيفة جدا بس صحيح بس الستين مشكلة معتك شنية يعني شنو مشكلة كاله المشكلة يعني هذا اذا بعديا بالمستقبل مثلا نيجي يريدي عيش هنانة يعني مثلا بامريكا او يجي هو مين يدي يكون امريكي يعني انا احس وردته الابني فهل اكو طريقة انا مثلا اتخلص من ادهل هاي الجنسية قلت لهي احنا ما عدنا فتش اسمه جنسية بامريكا يعني مين طوك جنسية وهذا بس المهاجر بالنسبة للشخص اللي مولوده هنا هو امريكي مباشرة شنو الورقة اللي تثبتها هو امريكي انه هو عنده شهادة ولاده شهادة ميلاد اللي احنا حاجين بها انه هاي واحدة من اهم الوثاق بالعالم وخصوصا بالولايات المتحدة الامريكية اللي الواحد لازم يحافظ عليها هاي من الحلقات المهمة جدا اللي موجودة على الباتريون وذا مساء معيها هفتحها للجميع فالمشكلة اللي عنده اللي حاير بيه انه هو كان ممتحي انه ابنه او ابته يعني مننا الباتري شو ان شاء الله نعرف ابنه او ابته رح ينولدون امريكان وهم مواطنية دولة خليجية مرات اكتب على السويتر كلمات جميلة عن مملكة العربية السعودية عن الامارات عن الكويت عن قطر اهل عمان احبهم كلش اهل البحرين اكتبت شغلات علوية فالناس اللي ياخذها مرات اللواقع اللي ياخذها مدروا شنو شوفوا شنو نوعية المواطن اللي يستنكف ابنه او ابته يصيرون امريكان لانه امريكا دولة منهكة دولة وصخة بالنسبة الي امريكا دولة الحكومة ما تحتم بمواطنية نحن مو من قيمة ابنه او ابته يصيرون امريكان صح احد الاصدقاء اللي يعيشون بدمفر كان هسه قام يشلع بشعره وكان قام يقول لي انه انت شون تمدعب هذول الناس اللي هم بس مستخدمين ما فد يوم صانعين فتشي العالم كله متوقف على الولايات المتحدة الامريكية والتكنولوجيا ما نتع حتى الصين حتى روسيا واني اتفق الرأي انه العالم كله متفق على الولايات المتحدة الامريكية بس اهنان مرات انت مو اللي تخترع فتشي يعني you don't have to reinvent the wheel عادي اذا انت تلقى ناس مخترعين فتشي او تستخدمه بحياتك تتعلم لك شغلة من بودكاست تتعلم لك شغلة من واحد وتجي تستخدمها بحياتك وتطور عليها وتخليها فتشي اساسي من اساسيات حياتك بالولايات المتحدة الامريكية طلعون هواي اشياء بسبب الديمقراطية وبسبب عدم تعليم الناس تعلمهم وتعليمهم الاغلبية من الاغبياء يروحون يصوتون ضد تكنلوجيا جديدة مثلا فتجي عندك دول اللي بيها الديمقراطية اقل وحكم الشخص الواحد او المجموعة البسيطة من الناس اللي هما من الشيوخ مثلا او من ملوك او من المهم ماكو داعي هنا نقعد ننتظر عنو نسوي implementation الفا التكنولوجي وإلا الكثير من اللي براليين اللي هنا اللي نادون ب التغيير المناخي وشون لازم نسيطر عليها ولازم احنا ننتج طاقة نظيفة اكثر بالنتيجة وبالنهاية مملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول اللي متبني يتبني كبير جدا للطاقة نظيفة حسنا نرجع من يجيني شخص ويسألني سؤال ما البطرانين وتشوفوني اقوم اقمز ده يسأل بطريقة واحد من اصدقائي الخليجيين اقول لك شون رأيك ادرس ببريطانيا لو ادرس بكندي هو مطلع ستين يادوب ناجح من الاعدادية مفلس جوجل ما اعرف يستخدم ايميل ما اعرف يستخدم الرسالة اللي دازها كاتب الرسالة كلها بالسبجكت فيزا كارت ما عنده انسان منهك يحب العبودية والكل ما ركزوا عليها ترى ركزوا عليها قويها هو عنده باختيار عبد وباختيار غير متعلم لانه عنده تليفون حتى لو هواوي ديقدر يسوي بيه الهوائل ديقدر يبحاث يستمع قال له هذا دي يستمع المثلا دي يستمع البودكاست فالمهم دي يسأل بي طريقة هو ولا كلية دخلة لا بالعراق ولا بأي مكان ثاني وهذول الناس قسم من قدهم ايش شاقون وياي اللي يعرفوني بس القسم الكبير اللي مرات اخذ من وقته واقعد احجي وياه ساعات اريد بس افتهم هل دي يسأل السؤال من كل قلبه فعله مرة السنين افتهمت انه دي يسأل السؤال من كل عقله ومن كل قلبه بس ليش يعتقد انه هو عند الخيارات انه يدرس ببريطانيا لو بكندي لو باميركي لانه الكثير من العراقيين يسوي فضل على البشرية انه هو ماما وبابا سووا فيكي فيكي وجابوا للدنيا وهس لازم البشرية والسماء والانجلز جابرييل ومايكل ابعون الخضر وشعر الاصفار لازم شنوش يسوون يا بي لازم يخدمون حبيبي دي يش انه هو انولد هو ماما سوت سبعة نيسان وهو طلع ما تعرف ليش جابته شنو قبل كانوا يطهم خبز ما يطهم تربية هس لا خبز ولا تربية فمن كل عقل هده يسأل بحقيقة هل هذا السؤال موجود ايه ما رأى مثل ما قلت لكم هسا انتم صديقي اللي حاير حاير اريد يسوي كلايرفيكيشين الدماغي لانه هو جاي هنا بزنس قبل دازت الدول لدي يدرس على حسابه يحكي انجليزي بارفاكتو خايف انه خاف سوى الخيار الخاطئ انه ابنه او بتح يصيرون اميركان شنو رأيك اخليهم صيرون اميركان لو اكي طريقة ما خليهم بصيرون اميركان هذي السؤال موجود حقيقي هذي طريقة حديث ارقى مواطني دول العالم كله دول خليجة ارقى المواطنين باي نمبر مو بالشعور انا ما احتيب المشاعر فهذاك اللاخ اللي رجلة من الفطور مخيفة لانه بالمطار ما البصرة ما يبيعون لوشن عندي صديق دا كام دا يسافر دور على لوشن بالمطار ما البصرة يقولوا لا والله يعني احنا sold out بحنا هنكلين بطلنا نجيب من عنده الله الله تصفيق تصفيق تستخدموا لوشن كل شو هاي حيجي واحد يقول انا سو التليش تشخش مكابس التليش مدري شنو لانه من مهمات انه نتغير انه اسمعي اسمعي زين انه نوقف بالمراية ونقول احنا زبالة احنا كش شو ما نفتهم احنا غلط ونعرف ليش غلط انا مو تشدب عن نفسنا مو نكوبي بيست اروح من انا عبد الشغلة الثانية لحصير عبد الشغلة الثانية من هاي الشغلة هاي من بضليتها مع عبودية سو كوبي بيست بارحة ولد قدنا مشكلة من طلع الدهر اسوي لكم البودكاست اسجل لكم مشكلة حال هاي بالبنوك من امريكا الحل عندي مستحيل الطهياء اللي يقول اي نيد هيلب هو اش داي يسوي لا لا انا يعني اعرف هذا وعندي ولد وميش طبك ستين مرض فانك تروح تلقى الحل وانا نرجع لازم يقول اي نيد هيلب او انا في مشكلة انا في ورطة انا ما اعرف اي نيد هيلب ساعدني أما هذا اللي ما هنالناسب مني جده مرابي مدر من هو إلهة الجنس إشتار بيبيته تحياتني حبيبي هذا شو أنا معرفي قلك هل من حق الإنسان أنه يسألهيك سؤال فايخ أي لمن هو فايخ لمن هو فايخ يعني عندي مرة وهاي 100 مرة أقول لكم يا صديقين هذا من صدق وفايخ يعني أقول لك المودل اكس لو المودل واي ما للتسلة ولماذا أجابه من صدقه راح أشتري والثاني هيك ما أعرف ليش ما أخذ من وقتي ليش أتصله أقول لك شو راح نتورط طبك 60 مرات عسما يا ربي ما تتورط بحياتك من خطايا الحياة ما أدري الخطايا السبعة من الشي صحوية الغرور على شون مغرور ها أنت جاي من التراب أنت مخلوق من بولة على شون مغرور أهدئ تعليم أوكي والش الله اللي تفتهم بيها فتهم بيها النتيجة بالنهاية أنت مو إلا يعني للناس عايش تعايش نفسك إذا من صدق هاي المشكلة ما عندك موجودة وعندك واحد يحللك إياها يلا روح الهيو فريدام فيا ربي هسا مو أنتو عسما أحفادكم من يجون تصير عندها هاي المشكلة خابر يا أنس العداد والتغاليد وأنا تورطيت ابني من بدي حسرون أمريكان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أدعو الله